موسيقى السلام عليكم لبنات ومرحبا بكم في القناة بحل دي مكر راحب للناس الجداد وحتى القدام مرحبا والف مرحبا اليوم ان شاء الله بغيت ندروا حد العشي والوليداتي وبالتعليش اللي ما نتقسمش معاكم اللي في صراحة كالجيزوينة واللي هي عبارة عن لبات بالعدس والمساخن صراحة ديد هاد الوقت هذا كالجيزوينة اللي بنات غير جربوه على عظمانتي وما تنسونيش اللي بنات من اللايكات ومن تفعيل جرس يعني بزاف دي الاخوات يعني كيتفرجوا في القناة دي دي ما كنقولها ولكن ما نفعلش هذا ما تضغطينش على زر الشراك وكيف تعرفوا قناوات الصغراء الصراحة كتبغي الدعم يعني لما دعمتوا انتوهم ما كنش لغلي دعم يعني كيف تعرفوا يعني دي بالقناوات الصغر صراحة واخدري الوصفة كما بغت تكون الصراحة ما كتاخدتش حقها في المشاهدة يعني هذا والواقع بالنسبة المقادر للبنات عندي هنا واحد بصلة متوسطة حكيتها وعندي ماطيشة متوسطة حتى يحكيتها عندي العدس بالنسبة للعدس يعني كبقى على حسب الرغبة ديالكم بصراحة نتطغير واحد اه كازلافة صغيرة مع ممارسنش بزيف وغالي نحتاج واحد الربع ديالكاس مخلط ما بين زيت بلدية وزيت رومية انا خلطتها اللي بغت تديرو البلدية بواحدة تديروها عندي واحد شوية سمن اللي كيبغي الطيبة دي سمنة ديرها اللي مكيبغيش بلا ما يديرو عندي الملحة عندي واحد ربعة صغيرة ديال معدنوس بالنسبة للعطرية اللي كان دير شوية البزار سكينجبير خرقهم عرق و المكون الرئيسي و هذا المساخن راس الحانوت اللي في الصراحة يعطيها وحد النكهة خطيرة وعندي هنا واحد داما أنا سعمل ديل بقري اللي مكيبغيش يديرها عندي هنا واحد الحق ديال الحليب هذا رمعروف اللي كتبع في الحق الصراحة قاعد حوي جزوينين حيدوهم السوق يعني تقريبا كل شي حيدو هذا بقي مقاوم وبقي معنا بقي ما تفكروش ناري تفكروه ناري حيدوهم عندي هنا يليبات أنا من أحسن البنات شوفوا هذي ديال فراشة وتكون ديال باكية يعني أنا استعمل ديال العبار صراحة ما ما استققتش ديال مزيانة وكن فيها الحجم الصغير والحجم الكبير يعني تديرو الحجم اللي بغيتو ويعني هذي شكله ولك يجزوين في الوصفة هذي أنا عندي هنا ينسكيل ودرت وديما كيبقى على حسب الكمية لحسب عدد الأفراد لأسادي لكم إذا بندوزوا طريقة التحضير أول حاجة لبنات كناختوه كوكوت وطنجرة كنديرو فاديك الزيت الليانة لهم خلط زيت رومية وزيت بلدية بصلمح كوكا وندير معا شوية الملحة غادي نحمرها واحد شوية يعني نتحمر واحد شوية باش كاتتنا واحد لوقوزوين فيها تليب بطاة هذة من الأحسن صافي قد يبقى نحرك فيها بحلاكة حتى قد تتحمر مني كتتحمل ليها واحد شوية مني كتدهب لي اللون ديالة صافي كنزيد عليها ماطيشة اللي حكيت بالنسبة للماطيشة يعني غير غير وحدة يعني كافية غير من الأحسن تكون متوسطة ما تديرواش تكون صغيرة بزيف صراحة تليب بطاة هذة كتجيزوين صراحة ووالدة ديالية اللي كتقديرها لينا مني كنا صغارين والصراحة حتى هذة بامي كنديرها لولا دي كيبغيوها كتعجبهم ايو ابغيت نديرها العشاء وقدت علش لما نصورش معاكم يعني وقت هذة بامي كتجي سخونة في الصراحة صافي درت شوية الماء ندرت العطرية شوية السكنجبير والخرقوم وشوية المساخن عندي ده مساخن ولك يعطيها واحد لإضافة الصراحة صافي من بعد كنزيدها الضامة هالي انا ندرت ديال البقري ندر شوية السكنجب من بعد كندير الربيلة ديال المعدنوس باش تنسم لنا هاد ديالنا بغتوا تدروا مقطع ديروا شوية مقطع ماشي مشكلة يعني بحل بحل تقدروا تدروها كم ربط تقدروا تقطعوا شوية وديروا صافي من بعد كندير هاد العدسة هادة كيف قلت لكم يعني كمية تبقى على حسب الرغبة ديالكم يعني رقتوا انا في المواحد شوية وغسلتوا وطرتوا يتسقطر عدرتوا يعني باش ما ياخدش دياله حد وقت كتير من اللي بغين طيبوا يعني ديال حاجة القطنية من الأحسن ديال ما تققدوها صافي من بعد كندير الماء الكافي اللي غادي طيب ليها فيها هاد العدسة هادة وغادي طيب ليها في لي بات في نفس الوقت من بعد ما كندير المالي غادي قدني صافي كنصد عليها مشي كنصد عليها بالسفارة غيرها كننغطيه وكنخلي ديالك العدسة ديالي حتى كي طيب عاد كنزد عليها المكونات الأخرى صافي لبنات دبا مني كنقلب العدس كنقلبه كنحيد هادة الباقة هادي ديال المعدنوس ممكن كتشوفو را ما بغاش تزلية كنحيدها صافي ميحرا طلقت البنة ديالها بالنسبة لي عدس كندوقو صافي لقتو طاب يعني مزيين صافي كنلوح عليه لي بات بنلوح لي بات بالنسبة لي بات لنتمي الاحسن تكون هادة الماركة هادي حيط صراحة جربت بزف ديال الماركة ولكن هادة ديال الفراشة كتجي واعرف هادة الوصفة هادي غير من الاحسن شوفو ديال الباكية ديال الامبالاج يعني ديال العبار صارحة بلا ما تاخدوها بواحد الحاجة هالبنات يعني من الاحسن هادة لي بات هادي مني كتبوا وتوجدوها غير كتفوه اليها البوطة مباشرة كتحطوها يعني من الاحسن يعني قد ما بقيت قد ما كتتشرب وما كتجيت مزيينة صافي من بعد ما كنتأكد انها طابت كندوقها كندوق الملحات المسائل كنزيد عليها الحليب واللخر يعني غير كنزيدو كتطلع فيه الغلية صافي كنتفع ليها وكنحطها مباشرة يعني انا بعد المرات كنصوب ديك لاصوس كنخليه حتى كيتجمع ومالين الضار وكي هادة كل شي كيتجمع عاد كننلوح لي بات طيب صافي كنتر عليها الحليب وكنحطها وركة جيزوينة في صراحة لبنات يعني نتمناكم تجربوها صافي بالنسبة لي انا كنقدمها في هادة القصرية هادي كنبغي ناكلوها مجموعين يعني هادة الطابقة دكي الصراحة كيبغي الجماعة وكل واحد كيبقى على حساب الرغبة ديالي وكيفش يقدموه المهم انا شاركت معكم بالطريقة ديالي انا كيفش كنناكلوه وتمنيتكم كنت تاكلوه معايا علاش الله اللي كانت تواحم تسمح لي ومهم البنات كنتم منكم تجربوه المهم را كي يجي خاطير خاطير هالطابق هادة لبط هادي صراحة ما كنشبعش منه انا صراحة يعني ضرور الاختين نضيرها في البرد ومرة اخرى كنشكر البنات البنات اللي كي خلاولي يا ديام اكمان لغلا يخطيكم عليها يا ربي والله احفظكم وبسلام عليكم اشتركوا في القناة